تأتي بطولة معالي وزير الداخلية التاسعة للتنس هذا العام بمشاركة دولية متميزة من خلال نخبة كبيرة من اللاعبين المصنفين دوليا مما يثري البطولة ويزيد من مستوها الفني تشكل الرياضة واللياقة البدنية أحد المقومات الرئيسية لدى رجل الأمن وهو أمر أولته وزارة الداخلية أهمية متميزة وفي هذا الإطار تأتي بطولة معالي وزير الداخلية للتنس والتي يتم تنظيمها سنويا وتعقد هذا العام في الفترة من الثالث والعشرين وحتى الثامن والعشرين من مارس الجاري على ملاعب التنس بنادي ضباط الأمن العام ويشارك فيها ستة عشر لاعبا يمثلون اثنتي عشرة دولة هذه البطولة ستكون بطولة تاسعة بطولة وزير الداخلية للتنس التاسعة ولله الحمد قضينا فيها تسع سنوات مشوار طويل مشوار كبير حقيقة هذه البطولة تلقى اهتمام كبير من سيدي معالي وزير الداخلية وحضورة لنهائيات هذه البطولة وإشراف مباشر اعطاننا احنا الدافع ان احنا نرتقي بهاي البطولة خطوة بخطوة مثل ما انت شايف اليوم الاستعداد للحمد على وشكل النهاية الملعب جاهز لاستقبال هذا الحدث الملعب التدريبة والملعب الأخرى جاهزة لاستقبال هذا الحدث دخون تواجد في النادي الإخوان في النادي تعاونهم كبير الاستعدادات كلها للحمد على نهاية هذا اليوم إن شاء الله بتكون جاهزة قيمة القرعة مساء امس اللي هي البطولة وزير الداخلية التاسعة للتنس اللي إن شاء الله بتكون معنا هالأسبوع من يوم السبت ليوم الأربعة وكانت عندنا القرعة بتصنيف العالمي فحطينا في كل قروب اللي هم أربع قروبات أفضل أربع لعبين ومن بعدها وزعنا اللعبين العرب واللعبين الخليجيين واللعبين المحلين ومن البحرينين وإن شاء الله بيكون التصفيات على ثلاثة أيام من بعدها بيروح لهوى السمي فاينل يوم الثلاثة وإن شاء الله يوم الأربعة تحت وعلى سيد معامل الوزر الداخلية بيكون هو الفاينل وقد ننظمت وزارة الداخلية في وقت سابق العديد من البطولات ولد الاتحاد الرياضي للأمن العام الخبرات التنظيمية والفنية والتجارب المؤهلة لإنجاح هذه البطولة